السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة رقميات رقميات هو مركز تدريب ولكنه مش مركز تدريب تقليدي هو عبارة عن ورشة عمل بتهتم بجزء العملية عشان نحاول نغطي الجامل المبين اللي بدرسه طلبة كلية الهندسة ومبين اللي بيشوفوه بعد كده في حياتهم العملية في حلقة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن عنصرين مهمين جدا في عالم الإلكترونيات وهم الديود والترانزيستر ونيجي الأول حاجة معانا النهاردة وهي الديود وزي ما احنا عارفين ان الديود هو من أشباه الموصلات أو السيمي كوندكتور وبيتكون من التحام بي تايب ماتيريال مع الان تايب ماتيريال يعني ايه البي تايب ماتيريال ويعني ايه الان تايب ماتيريال وزي ما احنا عارفين ان السيمي كوندكتور زي السيليكون أو الجرامينيوم واللي بتسمى زرات متعدلة بتصنع منها الديود أو ترانزيست ولكن بيضاف شوائب على المادة الخام وبتسمى عملية ضافة الشوائب دية دوبينج وزي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا دي زرة السيليكون كل نواة بتستخدم إلكترونات التكافؤ اللي عندها لتكوين أربع روابط مع جيرانها ولا يوجد أي إلكترون حر فري إلكترون أو مكان لإلكترون ناقص إلكترون هون نيجي لعملية الدوبينج واللي فيها بيتم إضافة الشوائب زي ما احنا عارفين إن السيليكون مكانه في الجدول الدوري عنصر من عناصر المجموعة الـ 14 فإذا أضفنا عليه عنصر من عناصر المجموعة 13 كشوائب زي البرون أو الجاليوم واللي يحتوي على 3 إلكترونات تكافؤ وزي ما موضح في الصورة بعد إضافة الشوائب احتلت نواة من البرون مكان نواة من السيليكون مما تسبب في وجود فراغ إلكترون أو إلكترون هون بتسمح لها اكتساب إلكترون حر من الخارج ولإن شوائب المجموعة 13 بتستقبل إلكترونات حرة فبنسميها أكسابتر ولإن السيليكون المضاف عليه شوائب من المجموعة 13 يوجد به نقص في مكان الإلكترون فبيكون الغالب في الزرة هي الشحنة المجابة فبيسمى بي تايب ماتيريال والبي طبعا من بوستر طيب لو أضفنا عنصر من عناصر المجموعة الـ 15 زي الأرسونيك أو الفيسفور واللي بيحتوي على خمس إلكترونات تكافؤ وزي ما موضح بالصورة بعد إضافة الشوائب احتلت نواة من الأرسونيك مكان نواة من السيليكون مما تسبب في وجود إلكترون حر ممكن تمنحه لذرة أخرى ولإن شوائب المجموعة 15 بتمنح إلكترون حر فبتسمى دونر ولإن في هذه الحالة السيليكون اللي مضاف عليه شوائب من المجموعة 15 بيكون عنده إلكترون حر فبيكون الغالب في الزرة الشحنة السالبة فبتسمى N-Type والن طبعا من نيجاتيف وأعتقد كده وضحة يعني A-B-Type Material ويعني A-N-Type Material نرجع تاني للديود وبنقول إنه بيكون من تلاحم B-Type Material مع N-Type Material يعني بيعتبر وبيسمح في مرور الطيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط من الأند إلى الكاثود وبيستخدم في دوائر كتير زي الريكتفاير أو الكليبر وغيرها كتير جدا من الدوائر الإلكترونية تعالوا نعرف إزاي بيسمح لمرور الطيار الكهربائي في اتجاه واحد وزي ما موضحه قدام حضراتكم إذا وصلنا القطب الموجب للبطارية بالجزء ال-N-Type الحامل للشحنة السالبة هللاحظ إنه في الجزء ال-N-Type اللي حصل تجازه بين الشحنة السالبة والموجبة وبدأت تتجازه بالإلكترونات لطرف البطارية وكذلك في الجزء ال-B-Type الحامل للشحنة الموجبة إذا وصلناه بالجزء السالب للبطارية هيحصل تجازه بين الشحنة الموجبة والشحنة السالبة زي ما موضحه قدام حضراتكم وبيتكون عندنا في النص منطقة عازلة لا تسمح بمرور اي طيار كهربائي وبيسمى الوضع ده الريفيرس بايزين اما اذا عكسنا البطارية وبقى الجزء السالب للبطارية موصل مع الان تايب يحصل تنافر بين الشحنات السالبة ونلاحظ ان الالكترونات الحرة الموجودة في الان تايب بتنتقل الى الالكترون هول الموجود في البي تايب ونلاحظ ان فيه كارنت فلو مشي في الدايرة وده بيسمى الفورورد بايزين كده اظن ان يكون اتفهم ازاي الدايود بيسمح لمرور الطيار الكهربائي في اتجاه واحد بس نيجل تاني حاجة في حلقتنا اليوم وهي الترانزيستر ولو فهمنا الدايود هنفهم الترانزيستر بكل سهولة والترانزيستر هو بيتكون من ساندويتش ليارز من البي تايب او الان تايب وهو عبارة عن ثري ترمينال ديفايد ودوره ان بيسمح بمرور الطيار الكهربائي من الهاي رزيستنس ريجون الى اللو رزيستنس ريجون ومن اسمه هو عبارة عن جزئين ترانسفير وريزيستر بيستخدم في دوائر الالكترونية زي في البروسيسور الموبايل اللي حضراتكم مسكينه واللي بيتكون من اكتر من اتنين بليون ترانزيستر انت متخيل الرقم وبيستخدم بانتشار في دوائر امبليفاير طيب خلينا نعرف بيشتغل ازاي زي ما وضحناه عبارة عن ساندويتش ليارز اما ان بيكون ان بي ان او بي ان بي وزي ما موضح في الصورة هنلاحظ ان الترانزيستر هو عبارة عن اتنين دايود متوصلين باك تو باك وهنلاحظ ان الجزء اللي في المنتصف بيكون اصغر شوية من الطرفين وعلى سبيل المثال لو معانا ان بي ان ترانزيستر وزي ما شايفين قدام حضراتكم عند توصيل مصدر كهربائي على طرف الترانزيستر هنلاقي ان ايا كان ما وصلت البطارية هيبقى فيه دايود من الاتنين متوصل ريفيرز بايسن وهيمنع مرور الطيار الكهربائي زي ما شرحنا في الديود طيب لما نوصل مصدر اخر على الديود التاني في وضع الفورورد بايزنج هنلاحظ ان زي ما موضح قدام حضراتكم ان الالكترونيات الحرة هتتنقل من الان تايب للبي تايب وبما ان مساحة الان تايب اكبر فهيكون فيها زيادة في الالكترونيات الحرة بتنجذب للجزء الموجب بالبطارية وبتعبر للان تايب في الجهة الاخرى وبيحصل سريان للطيار الكهربائي بقيمة اكبر طيب تعالوا نسمي الاشياء باسمها عندنا ثري ترمينات في البيز هايحدث زيادة في البيز بقيمة طردية وده بنستفيد منه في الامبيليفاير يعني على سبيل المثال لو جبنا اثنين ترانزيستور ووصلنا اميتر بتاع الترانزيستور الاولاني بالبيز بتاع الترانزيستور التاني ودخلنا سيجنال ضعيفة وليكن من مايك هنستقبلها خارجة من سبيكرز متوصلة بالكوليكتور من الترانزيستور التاني قوية وبكده نكون عرفنا الديد والترانزيستور واتمنى اننا نكون قدرنا نبسط المعلومة وبكده تكون خلصة حلقتنا اليوم وان شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة بمعلومات مفيدة بإذن الله ولو انت مش مشترك معنا في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب ولو مشترك ما تنساش تعمل لايك وشير ولو مش مشترك معنا على صفحاتنا في السوشيال ميديا هسيب لكم اللينكات في الديسكريبشن اشتركوا وبعتلنا عن اي مواضيع مهمة عايزنا نتكلم فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة